اختصر ولا تجادل يقولون إن الناصح كالجلاد وبقدر مهارة الجلاد في الجلد يبقى الألم لاحظ أقول مهارة الجلد لا قوة الجلد فالجلاد العنيف الذي يضرب بقوة يتألم المضروب وقت وقوع الصياط ثم ما يلبثه حتى ينساها أما الجلاد الأستاذ في صنعته فقد لا يضرب بقوة لكنه يعلم أين يوقع الصوت كذلك الناصح ليست العبرة بكثرة الكلام ولا طول النصيحة وإنما بأسلوب الناصح فاختصر قدر المستطاع إذا أردت أن تنصحه فلا تلقي عليه محاضرة خاصة إذا كان الأمر متفقا عليه كمن تنصحه عن الغضب أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو عقوق الوالدين تأملت النصائح النبوية الشخصية المباشرة فوجدتها لا تزيد الواحدة منها على سطر واحد أو سطرين اسمع يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية انتهى نصيحة باختصار يا عبدالله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل انتهى نصيحة باختصار يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم عند الحجر وكذلك كان العقلاء بعده صلى الله عليه وسلم يختصرون في نصائحهم لقي أبو هريرة رضي الله عنه الفرزدق الشاعر فقال يا ابن أخي إني أرى قدميك صغيرتين ولن تعدم لهما موضعا في الجنة يعني فعمل لها ودع عنك قذف المحصنات في شعرك وعمر رضي الله عنه كان على فراش الموت فجعل الناس يدخلون عليه تباعا يودعونه ويثنون عليه وجاء شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم الشهادة فقال عمر رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر الشاب فإذا إزاره يمس الأرض مسبل أي إزاره تحت الكعبين فأراد عمر رضي الله عنه أن يقدم النصيحة للشاب فقال رد علي الغلام فلما وقف الشاب بين يديه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك انتهى باختصار الرسالة وصلت وترك الجدال قدر المستطاع خاصة إذا شعرت أن الذي أمامك يكابر فالمقصود إيصال النصيحة إليه لا فتح المناظرة معه وقد ذم الله الجدال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ضربوه لك إلا جدلا وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل وقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أحيانا يقتنع الشخص بالفكرة لكن أكثر النفوس فيها أنفة وكبر كما قال تعالى عن فرعون وقومه لما عرفوا الحق وصدقوه بقلوبهم لكن منعهم الكبر من اتباعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالغاية عندك أن يعرف المنصوح الخطأ ليتجنبه في المرة القادمة وليس الغاية أن تنتصر عليه فلستما في حلبة مصارعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما ليلا فقال لهما ألا تصليان أي ألا تقومان الليل فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله متى شاء أن يبعثنا بعثنا فولاهما النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وأحيانا قد يذكر المنصوح ما فنت كلامه ورد عليه إن كان خاطئا وجهة نظر نبه على الخطأ باختصار ولا تلقي محاضرة شكرا شكرا شكرا